انا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله شلونكم عزيزينا الطلاب ان شاء الله تكونون بخير ان شاء الله اليوم نشرح موضوع الرفرنس والارتكالز اللي هو واحد من مواضيع مادة تليغرامر للمرحلة الثالثة اليونت الرابع طبعا هذا الموضوع موجود صفحة سبعة وستين اوكي طيب هذا الموضوع طبعا عنوان موضوعنا هو الرفرنس والارتكالز الارتكالز اللي احنا نعرف هنا اللي هي الادوات التنكير وادوات التعريف اللي هي الديفنت اللي هي الذا والاندفنت يسمونها اللي هي ادوات التنكير اللي هي الاولان طيب الرفرنس طبعا المقصول بالرفرنس ان احنا مثل ما تعرفوا ان ادوات التنكير والتعريف نستخدمها قبل الازمة للاشارة اما الى شيء محدد او مخصص أو إلى شيء عام يعني إحنا الآن نذكرها يعني مثل اللي نعرفها سابقاً أو معلوماتنا السابقة أنه الآن تستخدم قبل اسم غير محدد يعني نذكر شيء بصورة عامة من أقول أبين يعني أب أي بين بس من أقول ذبين فهنا حددت هذا اللي نعرفه طبعاً هنا رح ناخذ شيء مختلف طبعاً فهذا هو المقصود أنه هذا الاسم المسبوق بأدوات التنكير أو التعريف هل هو اسم محدد هل يشير يعني هل هو يشير إلى شيء محدد أو علاقة محددة أو يشير إلى شيء عام أو إحنا مثلاً نذكر خصائص أو سمات عامة لفئة معينة من الأسماء فهذا هو المقصود بالرفرنس يعني هذا الاسم هل نشير هل الإشارة يعني هل الاسم يشير إلى شيء عام أو إلى شيء خاص طبعاً الاسبيسيفك هو الشيء الخاص يعني لما نشير أو نذكر اسم بشكل محدد أو نحدده أو نذكر شيء من خصائصه بشكل محدد والجنريك يعني جنرال إنه تكون إشارة عامة نشير إلى خصائص غير محددة أو عامة تخص فئة ما أو كلاس ما زين شوكت يكون جنريك شوكت يكون سبيسيفك شوكت يكون اسم محدد شوكت يكون اسم جنريك رفرنس يعني شلون أعرف أن هذا الاسم هو جنريك رفرنس يشير إلى جنريك رفرنس أو إلى سبيسيفك أنا أقول لكم شلون السؤال الآن ما هي الحالات التي يكون فيها الاسم جنريك أوكي شوكت أحكم أنه الاسم هذا الإشارة اللي به هي إشارة عامة يعني لا نشير إلى شيء محدد طبعا بأربع حالات الحالة الأولى لما تأتي أو أو لما يكون الاسم المفرد أو عندما يسبق الاسم المفرد المعدود بأداة التعريف ذ إذن لما يكون عندي الاسم المفرد المعدود مسبوق بالدفينت بالدفينت آرتيكل بهذه الحالة أقول أنه هذا الاسم جنريك رفرنس كما في المثال تايجر تايجر هو اسم مفرد معدود والذ هي الدفينت آرتيكل إذن هذه الحالة الأولى اللي من خلالها أحدد أنه هذا الاسم جنريك رفرنس يعني الإشارة اللي به هي عامة وليس محددة الحالة الثانية لما يكون أيضا الاسم المفرد المعدود مسبوق بأداة التنكير أ أو آن هنا الإشارة راح تكون عامة هذه الحالة الثانية أنه لما يكون الاسم المفرد المعدود الاسم المفرد المعدود مسبوق بأداة تنكير أ أو آن فبهذه الحالة راح أقول هذا الاسم جنريك رفرنس أو الريفرنس اللي به راح تكون جنريك إذن صار عندي حالة يعني الحالة الأولى لما يسبق بي ذ طبعاً إحنا الذا اللي نعرفها يعني معلوماتنا السابقة عن الديفينت آرتيكل ذا أنه لما نستخدمها قبل اسم هذا الاسم راح يحدد هذه المعلومات السابقة اللي نعرفها بس هنا يلا أنه ممكن نستخدم الذاقة بالاسم مفرد المعدود والإشارة يعني هذا الاسم غير محدد نذكره بصورة عامة يعني ما يعني أنا هنا الجملة بهذه الجملة The tiger is a dangerous animal هنا هذا التايجر غير محدد أوكي ما حدد التايجر أوكي دا أحكي يعني التايجر بالشيء بصورة عامة أن النمر هو حيوان خطير أوكي فإذن هذه الذا استخدمت قبل اسم وما حددته أصبح generic أوكي معلوماتنا السابقة أنه لا يكون specific محدد طيب الحالة الثانية اللي قلت لكم إياها أنه لما الاسم المفرد المعدود يسبق بالآ والآن أيضا سوف يشير إلى generic reference طيب الحالة الثالثة هي zero articles zero articles أنه لما يكون اسم غير مسبوق بأي من أدوات التعريف أو التنكير هذا نسميه zero articles وبهذه الحالة فيما يخص موضوعنا أنه إذا كان الاسم غير مسبوق بأداة تنكير أو تعريف أو بين قوس يعني zero articles فهذا الإشارة بهذا الاسم راح يسمى generic أوكي أو راح ينطيني generic reference يعني tigers are dangerous animals هذا الاسم هو اسم عام يعني ده أشير إلى فئة النمور بصورة عامة ما غير محدد ده أذكر خصائص عامة لفئة عامة من شيء غير معين يعني محدد فالtigers هنا اسم عام أوكي يعني ده أذكر شيء بصورة عامة غير محدد إذا صار عندي حال ثلاث حالات أقول بيها على الاسم generic الحالة الرابعة هو لما يكون عندي zero articles مع منو مع اسم غير معدود أوكي دير بالكم لما تكون عندي zero articles مع اسم غير معدود فراح نعتبر generic reference راح نعتبر generic أوكي مثلا عندي كلمة music can't be soothing هنا الميوزيك أوكي ده أشير للميوزيك بصورة عامة ما حددت أي نوع من الموسيقى فإذن حتى أقول على الاسم generic لازم عندي أربع حالات أقول بيها على الاسم generic لما يكون لما يسبق الاسم المفرد بأداة التعريف ذا ولما يسبق الاسم المفرد المعدود بأداة التنكير ولما يكون الاسم zero articles وبالحالتين اسم جمع معدود واسم مفرد غير معدود بهذا أن الحالات الأربعة راح أقول على الاسم generic reference طيب الآن ما هي الحالات اللي من خلالها أحدد أنه هذا الاسم specific عرفت الحالات اللي يعني الحالات اللي من خلالها أعرف أنه هذا الاسم generic أوكي الآن شو وقت أقول على الاسم specific بإشارة خاصة أو ده يحدد شيء معين أو ده يذكر خصائص محددة على فئة محددة الحالة الأولى إنه definite article the with singular count nouns إذن لما يكون عندي أداة التنكير the تسبق اسم مفرد معدود أوكي مثل عندي the tiger is attacking the prey أنا أدا أحكي عن نوع محدد من التايجر أدا أحكي عن تايجر اللي هو ياهو التايجر الآن دي هاجم فريزة طيب قبل شويه إحنا قلنا أيضا بال generic reference عندنا definite article زين هم مع اسم مفرد معدود فهذه الحالة مشتركة شلون راح أميز بيناتهم هو من خلال السياق يعني من خلال المعنى يعني أنا ممكن إذا الاسم كان مسبوق بأداة التعريف ذا ممكن يشير إلى specific أو general أو generic شلون راح أعرف أحدد أن هذا specific هذا generic هما من الشابهات هو من خلال المعنى يعني مثلا بالمثال الأول هذا generic the tiger is general عفوا danger animal هنا يا general ليش لأن ما دا أحكي عن نوع أوكي ما دا أحدد اسم معين من التايجر النمر شون ما نقول احنا النمر بصورة عامة هو حيوان خطير بس هنا لما قلت the tiger is attacking the prey نحددت أي نوع من التايجر اللي هو دا يهاجم الفريسة فعندي هذه النقطة مشتركة بين النوع specific general والcontext هو ليحدد المعنى أوكي يعني السياق أو الجملة أو معنى الجملة هو اللي راح يحدد فيما إذا كانت هذه الإشارة بهذا الاسم محددة أو عامة طيب الحالة الثانية اللي أعرف فيها اللي يكون فيها الاسم specific هي indefinite articles مع singular وهم هذه النقطة متشابهة لأن أنا هميا عندي بالجنوريك أنه الأدوات التنكير لما تسبق الاسم المفرد المعدود تشير إلى شيء عام أو محدد فالنقطة الأولى والنقطة الثانية مشتركة بين المجموعتين بين الجنوريك والسبيسيفك فاللي راح يحدد اللي راح يحدد فيما إذا كانت الإشارة بهذا الاسم مفرد أو جمع هو السياق فنأتمد على السياق بذن النقطة المتداخلات سمين overlapping طيب يعني مثلا عندي هذه هنا أتحكي عن أتائجر بصورة عامة بس من أقول فالمعنى هو اللي يحدد يعني إذا أتحكي يا لاين اللي هو اللي هما نائمات الآن طيب النقطة الثالثة اللي يكون فيها الاسم يعطي إشارة الاسبيسيفك إنه لما يكون عندي definite articles with plural nouns راح يكون هنا specific أوكي إحنا مثل ما تعرفون إنه definite articles اللي هي الثا والآ والآن طبعا هاي معلوماتنا المسبقة تستخدم مع الاسم المفرد المعدود لا هنا لما يكون الاسم الجمع المعدود مسبوق بال definite articles اللي هي العفو العفو المعلومة اللي ذكرتها السابقا الآن والآن تستخدم أمام المفرد الجمع أوكي العفو أمام المفرد يعني مع الاسم المفرود مع الاسم المفرد المعدود يمكن أن تستخدم مع الجمع والمفرد فلما الاسم يعني لما الاسم مسبوق الاسم الجمع المعدود مسبوق بالذة فهنا الاشارة راح تكون specific طيب الحالة الرابعة ليكون بها الاشارة بالاسم specific انه لما يكون الاسم الغير معدود مسبوق بالذة او اداة التعريف الذة احنا هناك اذا كان الاسم غير مسبوق اذا كان الاسم الغير معدود غير مسبوق بالذة راح يكون generic بس اذا كان الاسم المعدود مسبوق بالذة أداة التعريف the فراح يكون specific إشارة اسم يعني مثلا the music he listens الموسيقى اللي دايسمحها إذن محددة حددت أي نوع من الموسيقى دايسمحها الآن هي هي جميلة أو جذابة طيب هذا اللي يتعلق شلوان أحدد أنه هذا الاسم specific وشلوان أحدد أنه هذا الاسم generic لدينا ملاحظة مهمة تخص موضوعنا اللي يقول لي هو مثل ما ذاكرنا أنه أكو خلي نقول علاقة بين الأزمنة وبين فيما إذا كان هذا الاسم generic or specific إحنا لما نتكلم عن شيء عام طبعا ال generic الاسم العام دائما نستخدمها لنتحدث عن حقائق أو نتحدث عن شيء غير محدد يعني نذكر أشياء بصورة عامة والزمن البسيط دائما نستخدمها مثل ما تحرفون يعني الأزمنة البسيطة تستخدم لما نحكي عن أشياء عن حقائق أو بصورة عن شيء بصورة غير محددة طيب فهو هنا ذاكر أنه قايل مثلا الأزمنة البرغراسف اللي هزمنة المستمرة دائما ركز بهذه الملاحظة دائما تستخدم للإشارة إلى شيء محدد يعني إذا شفت اسم أوكي داخل جملة فتقول هذا الاسم واضح أو مرات نعبر عليها بس الجنريك الجنريك مستحيل مستحيل نعبر أو نلقى اسم جنريك داخل واضح يعني مثلا هذا المثال هنا عندي جنريك إشارة عامة أنه اسم الموجود بهذه الجملة جنريك فمثلا هنا أذكر معلومة أن النمور تعيش بالغابة أوكي هذه معلومة عامة فالاسم هنا يا تايجر شنو النوع بسيط فاستخدمت الزمن بسيط للتعبير عن جنريك أوكي لما يكون عندي ممكن أعبر عليها بحالتين إما ببسيط إما بزمن بسيط أو برغراسف بس البرغراسف مستحيل يكون الاسم اللي بالبرغراسف جنريك دائما الاسم بالبرغراسف يعني بالزمن المستمر هو سبيسيفك هنا ال 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 ممكن أعبر عليها بحالتين إما بالسيمبل أو برغراسف ليش؟ لأن قلنا أكو شيء متداخل أو شيء مشتركة بين آتهم فمثلا هنا حددت محدد أي نوع من التايجر اللي آت ال 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 هاي متفقين عليه أن الأزمنة المستمرة تعبر أو الاسم الموجود بالأزمنة المستمرة تعبر عن شيء سبيسيفك دائما طيب عندي بالجنوريك هناك الزمن المستمر وعندي بالسبيسيفك أقدر أعبر يعني the englishman who lives أوكي نطيت عليه معلومات إذا حددت the english are just now drinking هناك أيضا سبيسيفك طيب فهذه العلاقة مهمة في تحديد فيما إذا كان الاسم سبيسيفك أو تساعدك في تحديد فيما إذا كان الاسم سبيسيفك عندي هذا آخر شيء هذا المخطط اللي هو system of article usage اللي هو ينطيك الأسماء فيما إذا كانت تشير إلى شيء عام أو محدد يعني الأسماء المسبوقة بالarticles فعندي هنا بالنوع العام عندي أربع حالات يكون بهالاسم specific أنه إذا كان الاسم المفرد مسبوق بالthe أداة التعريف the وإذا كان الاسم مسبوق بأداة التنكير a أو an وإذا كان الاسم zero articles يعني إذا كان الاسم اسم جمع معدود zero يعني ما مسبوق لا بالa ولا بالan ولا the وإذا كان zero article uncountable nouns إذا كان اسم غير معدود zero article يعني همين ما مسبوق بهذه الحالات رح أقول إنه هذا الاسم generic يعني يشير إلى شيء عام أو اسم غير محدد بالspecific preference أوكي لما يكون الاسم المفرد المعدود مسبوق بالthe طبعا هذا شيء مشترك بيناتهم وقلنا المعنى الجملة هو رح يحدد أو إذا كان الاسم إذا كان الاسم الجمع المعدود مسبوق بالthe هذا مختلف هنايا غير مسبوق أوكي وإذا كان الاسم طبعا هاي definite وها ال indefinite أدوات التنكير وأدوات التعريف فمع the طبعا مع the الاسم المفرد المعدود والاسم uncountable والاسم الجمع المعدود أوكي أنه رح يكون إذا كانوا مسبوقين بthe رح يشيرون إلى شيء specific وقلنا أنه الذة مشتركة بيناتهم فالمعنى الجملة هو اللي رح يحدد الاسم عندي بالأدوات التنكير الـ a رح تسبق الـ a يعني الاسم المفرد المعدود إذا سبقه بأدوات التنكير رح يشير إلى شيء specific وطبعا هذا شيء مشترك لأن هنا يهمين نفس هذه الملاحظة ونفس هذه الحالة موجود وقلنا أنه المعنى أو السياق يعني أكو شيئين أو نقطتين مشتركات بين الـ specific والـ generic شلون رح يحدد اللي هو السياق طيب الملاحظة الثانية أنه ذكرني أنه with the definite specific reference a definite article it was with all nouns classes يعني إذا شوف هناك عند الث فيما يخص يعني الث تسبق كل أنواع الأسماء بالـ specific reference يعني the tiger the tigers the ink فهذا الشيء مميز أنه الث بالـ specific reference تسبق كل أنواع الأسماء المعدودة وغير المعدودة يعني المعدودة مفرد وجمع وغير المعدودة ترجمة نانسي قنقر